يا صباح الخير على حضراتكم صباح الفل على مصر والمصريين في كل مكان جوة مصر وبرا مصر أهلا بكم فيه تخطية جديدة على شاشة أكسترا نيوز يوم مهم بالنسبة لنا أو خلينا نقول النهاردة وبكرة ليه النهاردة وبكرة؟ لأنه خلاص دول آخر يومين في جولة الأعادة في المرحلة التانية لانتخابات مجلس النواب اللي هتنطلق إن شاء الله بإذن الله بعد ساعة من النهاردة عايز أقول لكم إن جولة الأعادة في المرحلة التانية ما اختلفتش كتير عن جولة الأعادة في المرحلة الأولى هيبقى فيها زخم وهيبقى فيها حجد ليه؟ لأن إحنا لسه عندنا 100 مقعد 100 مقعد خليين لسه ما نعرفش مين هيكونوا أصحاب هذه المقعد تحت قبة البرلمان الجولة الأعادة في المرحلة التانية زي ما بقول لحضراتكم فيه 13 محافظة مختلفة من محافظات المرحلة التانية اللي احنا بنتمنى إن شاء الله بإذن الله الجولة الأخيرة اللي هتبدأ في الداخل في الوقت اللي بيستعد فيه المصريين في الخارج إن هم ينتهوا من القيام بدورهم الوطني بالتصويت عبر البريد السريع عشان يجي دور المصريين في الداخل في تأسيس مؤسستهم التشريعية اللي بنتمنى يعني إن كل شخص لي حق التصويت إن هو ينزل في جولة الأعادة في محافظات المرحلة التانية وإن احنا نكمل نجاح هذا الاستحقاق الدستوري في مناخ ديمقراطي بنعيشه في مصر وده اللي احنا شفناه في جولة الأعادة في المرحلة الأولى اللي زي ما قلنا إنه كان عدد المقاعد فيه احنا كنا بنتكلم موقتها على 132 مقاعد فإحنا في هذه الجولة بنتكلم على 100 مقاعد ودول علشان يكتملوا بالصورة اللي احنا كل مواطن فينا بيطمح إليها إن احنا محتاجين نحافظ على المشاركة الإجابية النهاردة هيرجع المصريين في هذه المحافظات مرة تانية لصناديق الانتخابات عشان يقوموا بدورهم الوطني في اختيار المرشحين لمجلس النواب في جولة إعادة المرحلة التانية اللي هنختتم بيها السباق الانتخابي النهاردة وبكرة إن شاء الله زي ما قلنا على مدار اليومين اللي هيخرج فيهم المصريين للتصويت عشان يحسموا المقاعد الباقية مع بكرة إن شاء الله بإذن الله مع الساعة 9 مساء هنقول إنه خلاص فيما يتعلق بيه اللي هينتخبوا المصريين أو الناخبين المصريين هيختاروهم بكده نكون خلصنا المقاعد المتعلقة بمجلس النواب اللي هي يعني بخلاف التعينات اللي احنا هننتظرها بعد كده من السيد رئيس الجمهوري المنافسة زي ما قلتلكم في جولة الإعادة في هذه المرحلة مش سهلة 100 مقاعد لسه ما تحسموش في المرحلة الأولى بالمناسبة الانتخابات هتم في 52 دائرة انتخابات مختلفة في استعدادات كبيرة زي ما احنا تعودين وتعاون كبير جدا من كل مؤسسات الدولة المصرية عشان تاني اعيد وكرر لحضراتكم انه ما بيكونش فيه غير شيء واحد بس هو اللي فاضل ان المواطن يروح يدلي بصوته وياخد حقه غير كده مفيش التعاون اللي احنا شفناه الحقيقة على مدار الاستحقاقات الدستورية المختلفة او في مراحل انتخابات مجلس النواب او خلينا نقول بالمرحلتين ومرحلة الاعادة الاولى وعندنا النهاردة مرحلة الاعادة التانية هذا التعاون والتناكم اللي تم بين الهيئة الوطنية للانتخابات التأمين القوي للعملية الانتخابية من اجهزة وزارة الداخلية التأمين الطبي للعملية الانتخابية التزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة اللي بيتم تطبيقها لحماية كل أطراف العملية الانتخابية من أي عدوى لقدر الله خلال التصويت أو باقي حتى بعد ما تنتهي عملية التصويت بيكون عندنا مرحلة مهمة جدا طبعا كل من يريد أنه هو يدلي بصوته بيروح البيت بعد الساعة 9 مساء بكرة مرحلة تانية بتبتدي جديدة ولكن بتظل تعمل فيها مؤسسات الدولة بأكملها سواء زي ما قلنا الهائة الوطنية للانتخابات أو الأجهزة الأمنية المتمثلة في ودارة الدخلية المسؤولة عن التأمين أو وزارة الصحة الجزء المتعلق بالتأمين الطبي عشان تتم عملية الفرز سواء في اللي بتحصل داخل اللجان الفرعية وبعدها الإعلان عن النتاج الفرز في اللجان الرئيسية وبعدها بتروح هذه النتائج لإلهاء الوطنية للانتخابات عشان يتم فرز أصوات المصريين في الخارج وتجميع هذه الأصوات اللي بتضم كل دايرة عشان بعد كده يطلع القرار النهائي خلينا أقول لكم برضو تاني بكل فخر إنه قدرات الدولة المصرية على إن هي تنظم أي حدث كبير ومش بتكلم عن الانتخابات بس لكن أنا بتكلم النهاردة عن الانتخابات وبتكلم على كل ما تم في السابق بانضباط بانضباط شديد إن فكرة الأمور اللي إحنا كنا بنسمع عنها في السابق سوالك بتتعلق بعملات الشغب أو ما إلى ذلك الكلام دا انتهى من تاريخ حياتنا كمصريين وفعلا تم وضع خط النهاية ليه إلى الأبد النهاردة وبكرة هو ما يبقى هو المواطن لشان كده إحنا منتظرين إن إحنا نشوف هذا الحضور القوي زي ما حصل في جولة الأعادة واللي بيتمثل في كل فئات المجتمع في المقدمة المرأة المصرية طبعا والشباب وأهلين كبارستين وذوي لإحتاجات الخاصة إنه هذا المشهد الحضاري اللي إحنا تعودنا إن إحنا نشوفه واللي لمسناه خلال الجولات التلاتة اللي فاتت واللي إحنا شفناه أيضا في انتخابات مجلس الشيوخ واللي إن شاء الله بإذن الله هيكون ختامه مسك في المقدمة بحضور سيدات مصر في الصفوف الأولى في هذا الاستحقاق الدستوري من جولة الأعادة للمرحلة التانية زي ما قلت لكم إنه اللافت في النظر في هذا الاستحقاق هو الحضور القوي من الشباب سواء إذا كانوا في فئات المرشحين أو الناخبين وإحنا هنا بنتكلم على إعادة مرة تانية أو إنه المواطن المصري المجتمع المصري بكل فئاته استعاد الثقة الثقة في إنه قادر على إنه هو يبني مؤسسات الدولة التشريعية ده إحنا شفناه الانتخابات الرئاسية شفناه فيما يتعلق بالتصويت على تعديلات الدستور شفناه فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ شفناه في انتخابات مجلس النواب سواء إحنا بنتكلم على مجلس النواب اللي خلاص هتنتهي يعني دورته وهيبدأ هذا المجلس الجديد في 2021 في ممارسة مهامه لمدة خمس سنوات قادمة لكن طبعا خلونا نقدم كل الشكر وتحية لعضاء مجلس النواب اللي هتنتهي هذه أو خلينا نقول إنها آخر دور انعقاد ليهم على كل ما يقدموه خلال الخمس سنوات الماضية كان لديهم الحقيقة مهمة مش سهلة عدد من القوانين والتشريعات خليني أقول لحضراتكم اللي كان هذا المجلس الحالي منوت إنه هو ينجد هذه القوانين في مدة وجيزة جدا بالإضافة طبعا لإلاحة تنفيذية المتعلقة بمجلس النواب وده بيبقى على فكرة مهمة شاقة لكن خلينا نقول إنه المجلس القادم هيبدأ أيضا مرحلة جديدة وهمة جدا مش من فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمجالس النيابية والتشريعية ولكن أنا بتكلم على إنه المرحلة دي هتكون مهمة بالنسبة لنا كلنا كمواطنين مصريين الخمس سنين اللي جاية ليه أنا عمالة بقول خليك واعي كمواطن مصري بأهمية هذا المجلس لمرحلة جاية إحنا في 2020 بنتكلم على بداية 2021 خمس سنوات من عمر الدولة المصرية خمس سنوات من عمر الدولة المصرية نحو نمو اقتصادي بنتطلع إليه وعايزين نستكمل مسيرة النجاح فيه وأكيد الجزء المتعلق بالاقتصاد والاستثمار هو في احتياج للقوانين الجزء الآخر لو إحنا بنتكلم على غرفتين مجلس أنواب أو الغرفتين المتمثلين فيما يتعلق به الحانيابية في مصر مجلس الشيوخ اللي اكتمل بالفعل ومجلس أنواب اللي إحنا فيه انتظار اجتماله بنتكلم على خمس سنوات أيضا من خطة الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة عشرين ثلاثين بنتكلم على الجزء المتعلق بالعدالة الاجتماعية بنتكلم على الجزء المتعلق بالاتفاقيات للدولة المصرية للمعاهدات للجزء المتعلق بحياتنا الاجتماعية بخوني يعني أنا شفت بعض الأحزاب أو بعض القوى السياسية بدأت تتحدث كمان عن أنه هتولي اهتمامات بالجزء المتعلق بقوانين الأحوال الشخصية أو تنظيم الحياة الاجتماعية داخل المجتمع المصري احنا في الأول وفي الآخر أي قانون هصدر أو تشريع هلتزم بملايين المصريين المصريين جماعهم هتطبق عليهم هذي القوانين والتشريعات وبالتالي أنه الشخص أو الأشخاص ولهم كل التقدير والاحترام اللي هيكونوا تحت قبة البرلمان هم مسؤولين عن مصرنا فيما يتعلق بالحياة التشريعية أو فيما يتعلق بالجذء الرقابي والتشريعي أيضا عشان كده بقولكو أنه أنا مش بختازل المسألة في أنه إحنا بنقول للناس أنك تنزل تشارك أو إحنا طبعا بنتطلع دايما أن يكون في حاجة أمام اللي جاء أن يكون في دخم لأنه ده بيعكس قديه إحنا كمصريين مجتمع ديمقراطي بيعكس قديه وعينا وثقافتنا أنه إحنا محدش فينا عايز يتنازل عن حقه كلنا متمسكين بحقوقنا الدستورية اللي كفلها لنا الدستور والقانون وهذا الدستور أيضا كان باختيارنا لكن بتكلم على الدور المهم اللي هنفضل فيه لمدة خمس سنوات قادمة إن شاء الله بإذن الله